بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أتمنى أن يكون الجميع في صحة وعافية نلتقي من جديد لنكمل سلسلة شرح الدروس وحل تمرين الكتاب المدرسي لغة فرنسية سنة أولى متوسط تابعوا معي نبدأ بسم الله صفحة رقم 106 تابعوا معي المود انفينيتيف و المود سبجنكسيف يعني المود انفينيتيف تعني أنه الأفعال أو مجموعة الأفعال الغير مصرفة و المود سبجنكسيف هو زمن للتصريف لتصريف الأفعال هو زمن جديد بالنسبة لتنميذ سنة الأولى تابعوا معي هو يعني زمن مثل أزمينة الأخرى سهل لتصريف و يكفي فقط أنكم تفهموا الدرس جيدا و كذلك أن تحفظوا طريقة التصريف أو لترميزان للا كونجوزان الغير مصرفة وقال نوم، كما ندل أن يدل على المواقع على المواقع و المحاولة العالمية، سؤالية المساعدة لقامة السعودية، سوميا أبسادوغ، قالت، Il faut préserver l'eau, les espaces naturels, les espaces animales et végétales Ainsi que les airs marines Pour cela, il faut que l'administration soit forte هذا هو النص سأقوم بترجمة حتى تفهم الموضوع هنا في اليوم أو قيمة يوم دراسي عنوانه أو في إطار الحياة وحقوق البيئة رئيسة مجلس الدولة السيدة سومية عبدالصادوق صرحت أنه يجب الحفاظ على الماء والمساحات أو الفضاء الطبيعية وكذلك المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية بالإضافة إلى الفضاءات البحرية لهذا يجب أن تكون الإدارة قوية Voilà, c'est ça le texte On passe aux questions J'analyse le texte La première question Quel est le sujet abordé dans le texte ? ما هو الموضوع المتروح في النص يعني مما سابق نفهم أن الموضوع المتروح مخلال هذا النص هو المحافظة على الأنواع Donc, la réponse est Dans ce texte, le sujet abordé est la préservation de l'environnement La préservation هي المحافظة L'environnement هي المحافظة على المحافظة على المحافظة Question numéro 2 Quels sont les temps et les modes utilisés ? Après, il faut et après, il faut que Donc, هنا في النص Il faut توجد وراء الفعل préservé كما ذكرنا سابقا أن nous الفعل فالواء عندما يكون مصرف مع الفعل الذي يأتي وراءه مباشرة يكون en mode infinitif أو يكون الفعل غير مصرف تذكروا جيدا كما شرحنا في الدرس السابق Voilà Après il faut que هنا لدينا il faut que l'administration soit forte Le verbe c'est soit نلاحظ في النص كلمة soit مكتوبة بلون الأسوات يعني لون ظاهر هذا هناك le verbe soit هو مصرف en mode subjunctif أوف يسمى le subjunctif Voilà c'est ça la réponse Après il faut le verbe préserver et à l'infinitif Après il faut que le verbe soit ait au subjunctif Voilà هنا soit c'est le verbe être أو c'est l'auxiliaire être au subjunctif présent سنلا ذلك لاحق يعني توجد الفعل أو مثل l'auxiliaire être أو والauxiliaire avoir ديهم سيغا محددا في زمن le subjunctif ركزو معي جيدا من خلال القواعد Je retiens La tournure impersonale est introduite par le verbe falloir Elle peut être suivie d'un verbe à l'infinitif Il faut préserver l'eau ou de la conjonction de subordination que le verbe qui suit la conjonction se conjuguera au présent du subjunctif Voilà Par exemple Il faudra que l'administration soit forte هنا التذكير لما ذكرنا في الدرس السابق يعني درس la tournure impersonale avec le verbe falloir هنا هنا كما ذكر من قبل بعد Il faut الفعل يكون غير مصرف ركز معي جيدا بعد Il faut الفعل Il faut que عندما تكون le que ou l'adresse que لنسمي la conjonction de subordination عندما نجد que بعد Il faut أو عندما نجد Il faut que le verbe هنا يصرف au subjonctive présent Normalement لنذكرنا هذا الشرح في الدرس السابق ولا مشكلة من التذكير يجب فقط عليكم القليل من التركيز يعني هو درس سهل فقط انتبهوا وستفهمونه جيدا إن شاء الله يعني سأعيد مرة أخرى عندما نجد Il faut يكون وراها الفعل غير مصرف يكون في الانفينيتيف وعندما نجد Il faut que الفعل يكون مصرف au subjonctive يعني c'est simple راني شرحتها وبسطتها يعني بطريقة مفهومة جدا Voilà هنا هذا زمن أو زمن تصريف أو زمن le subjonctif عندو علامات خاصة بكل المجموعة الأولى هنا الفعل المجموعة الأولى en general يكون في ER مثلا لذي المجموعة لذي المجموعة لذي المجموعة لذي المجموعة هذه الفعل التي تنتهي في الهرب ER تسمع لذي المجموعة لذي المجموعة المجموعة هنا لذي المجموعة لذي المجموعة تسمع الضو نُو إِوْنَس fairly long يجس إِلَ嘩تُ والديلف 已经 يجسر يجسر نعمث د cordcard يجسر Il faut que je préserve l'eau Il faut que nous préservions l'eau Voilà, هنا المثال واضح جدا Le verbe préserver c'est un verbe du premier groupe صرفناه مع ذامير ووضعنا علامة اللي هي أ كذلك le verbe préserver صرفناه مع ذامير ووضعنا العلامة IONS هذا بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى ou le verbe du premier groupe J'espère que c'est bien clair إن شاء الله سأترك لكم وثيقة سواء في هذا الفيديو أو في فيديو آخر وثيقة فيها مجموعة من الأفعال مصرفة في subjonctif présent حسي السلام عليكم المراجع Voilà, ça c'est pour les verbes du premier groupe On passe au verbe du deuxième groupe Les verbes du deuxième groupe يَلْ أفعال لاتي تنتهي en général بِيْر مثلا le verbe خوزير le verbe خوزير هذه الأفعال من هي الأفعال المجموعة الثانية Donc les terminaisons sont عندنا هنا مثال c'est le verbe choisir il faut que tu choisisses des boissons sans sucre nous rachid هنا le verbe choisir qu'il faut surrifa maa tu هنا on a zahna i-r j'ai zahna i-r et on a zahna la terminaison i-2s-es il faut que vous choisissiez des boissons sans sucre choisissiez vous la terminaison i-2s-es-e-z voilà dans cette course nous Значит vous rachidите les terminaisons يجب حفظها جيدا حتى تتمكن من تصرف الأفعال في عصيب جانكسيف بكل بكل بساطة وبكل سهولة ننتهي في الثالث هنا الثالث أنا شخصيا أسميها الأفعال يعني ليست متشابهة يعني يعني كل فعل عنده صفة أو عنده صيغة تصريف يعني ما كانش قاعدة عامة اللي تربط مجموعة الأفعال تعال الثالثم جروب يعني هنا يجب عليكم أن تعرفوه فعلا فعلا يعني كل فعل لازم تحفظوه طريقة التصريف ما كانش قاعدة كما القاعدة تعال البخومي جروب وتعال الثالثم جروب دونك لذي تربط تعال الثالثم جروب يجب عليكم يجب عليكم أن تحفظوه كيفية التصريف Voilà. J'espère que c'est bien clair. ثم المتارف怎麼樣. أينس أين insist أينت هنا ن первый ינLo Wo عندنا البرب يتبدلوا هنا عندنا يفو كالبواذ دلو عندنا بواذ سي لبرب بواغ البرب بواغ سي ان لبرب دو ترزيزم هنا نلاحظ لشانجمان التغيير في الفعل لهذا قلتو لكم أن كل فعل عنده سيغة تصريف دوزيزم يجب أن يبغل الو هنا وضعنا على مز أينت لأننا لأل أمس هذا هو على المثال أتمنى فقط أن يكون الشرح واضح وما عليكم سوى مراجعة الترميزان وكذلك أؤكد على أفعال المجموعة الثالثة يجب أن يكون الانتباه لكل فعل كيف يصرف voilà دعنيعما البرب أفعال أتر يعني نستعمل بزف الأكسلية أتر يجب علينا معرفة كيف نصرفهم كذلك كأندي ملاحظا أنه في زمن المجموعة الثالثة يجب أن يكون يجب أن يكون كه أدس كه هدي لازن تكون دائما قبل الظالمع سينا من سميوش كفو سوية سنشرح ذلك كذلك من خلال تطبيق التمارين وإذا كان هناك أي أسئلة لا تترددوا في تركيها في التعليقات وراجعوا جيدا وركزوا معي إن شاء الله ستفهمونه بالطريقة المبسطة يعني أتعمد الشرح بهذه الطريقة وكذلك باللغة العربية حتى تتمكنوا من فهم درسكم جيدا وهذا هو هدفنا نحن نضع الجملة في الخانة المنسبة عندنا هنا جدول مكوين من خانتين للمد انفينتف ولمد سبينكتف يعني هنا نضع الجملة التي يكون فيها الفعل على الانفينتف والجملة التي يكون فيها الفعل مصرف في سبينكتف الجملة الأولى Dans quelques années il faudra que tous les villages isolés du Sahara bénéficient de l'électricité كما ذكرنا سابقا نبحث عن la tournure impersonale هنا il faudra voilà جملة تنية il ne faut pas il ne faut pas la climatisation les fenêtres ouvertes هنا la دينا la دينا la tournure impersonale il ne faut pas donc يكون فيها الفعل c'est un mode subjunctif نضعها فيها الفعل نضعها في خانت هنا نضعها في خانت نضعها في خانت subjunctif present هنا عندنا أفعال بين قوس يعني في السؤال قال لنا نضع نضع هذه جملة تنية جملة تنية في خانت في خانت في خانت في خانت هنا لدينا يجب أن تنية يعني أفعال من أفعال المجموع الأولى أو من أفعال للمجموع المجموع أفعال لأنهم مصرف مع إل تنبير سيئل voilà يجب أن ينبير يجب أن ينبير تنبير ينبير إلى البرحة جملة تنية في خانت في خانت يجب أن ينبير Laissez votre voiture au garage. هناك لدينة. La tournure impersonnelle. Il faut que. Donc, le verbe se conjuguera au subjonctif présent. Il faut que vous laissiez. هناك لدينة. Le verbe laisser, c'est un verbe du premier groupe. وهو مصرف ما عزمير. Vous. Donc, la terminaison. Il y a I-E-Z. Le verbe laisser. Il faut que vous laissiez votre voiture au garage. La suite. Il ne faut pas arroser les plantes durant la journée. هناك لدينة. 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 يبقى en mode infinitif. ما نصرفوش le verbe في هذه الحالة. لأننا أولا سوجد ك. Voilà. الجملة الأخيرة. يبقى en mode infinitif. هناك لدينة. هناك لدينة. هناك لدينة. هناك لدينة. في هذه الحالة. حتى تفهموا جيدا هذا أعمل كل هذا لمصلحتكم حتى تفهموا الدرس جيدا نباس الترسيس نضع الأفعال التي بين قوسين وسبجنكتف جملة الأولى اوقف يسأس الأفعال نضع الأفعال نحي في نحي فيطر نحي فيطر hang 所以 vous allez trouver les réponses écrites comme d'habitude dans la vidéo voilà il ne faut pas que tu utilises utilises que tu utilises de diodorant à l'alcool il faut que vous خُعْرِرِ أو كُوْرِيَي tänتبر لست مرع dمك للمثل》 الأسف وقرُوا آخير C'est un verbe du troisième groupe Il faut que tu choisisses toujours les piles rechargeables Le verbe choisir c'est un verbe du deuxième groupe Donc la terminaison est ma'va meurtu hiya I, deux s, e s Voilà, donc le verbe tu choisisses Voilà, je crois que c'est fini pour aujourd'hui C'est le dernier exercice Voilà, c'est le dernier exercice là C'est le dernier exercice C'est le dernier exercice C'est le dernier exercice شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة